سواء انت مبتدئ في الاكسل او محترف في التلات خواص دول هيفيدوك بشكل كبير جدا لان هما بيوفروا لك وقت ومجهود وبيزبطولك حيات كتير جدا انت هتشوفها لما تخش وتبجرب الخواص دي بنفسك وتتفرج عليها في الفيديو دوت بس قبل ما نخش حابب ولك انك تقدر تدعم القناة النهاردة او تشترك في كورس الاكسل عن طريق بقات الدعم تحت فانزل تحت ولو انت حابب انك تدعم القناة ادعمها او لو انت عايز تاخد كورس الاكسل برضو هتلاقيه موجود تحت فيلا بينا نتفرج علي ايه هما التلات خواص الجامدين جدا دول واول خاصية سيدي حابب اقولهلك وهي خاصية مهمة جدا بالذات لو انت عندك اكتر من حد شغال على نفس الشيت كلنا عارفين ان انت دلوقتي لما تروح على قائمة تعمل شيت فانت كده بتمنع ان اي حد يعدل في الشيت او يعمل اي حاجة يعني اهو كده لما خش فهمت ليه يقول لك ايه انت ما ينفعش تعمل اي حاجة وممنوع تعمل اي حاجة جميل فده كده ايه الاول حاجة طيب ودي معروفة طيب اللي انا عايز لقول لك بقى ايه بقى اسي دي انك تقدر تعمل نوع تاني من وهيبقى احسن بكتير زي ما قلت لك لو اكتر من حد شغالين على الفايل يعني ايه يعني انا عندي جدولين هنا انا عندي مسلا اتنين موظفين او عندي اتنين زملة معايا وعايز واحد يشتغل على الجدول ده بس واحد تاني يشتغل على الجدول ده بس ومحدش منهم يعرف يعدل في حاجة تاني طب هنعمل الكلام ده ازاي بقى هنيجسي لي هنا كده وهنروح واقفين على هذا الجدول مسلا جميل وهروح رايح عامل حاجة اسمها من قايمة هروح على حاجة اسمها وهدوس عليها هيجي يقول لي ايه ان ان انا انت يعني تسمح للمستخدمين ان هم يعدلوا في حتة معاناة او مجموعة بيانات معاناة بس فانا ساعة هيقول الي hub تمام وهسمي الرينج دة مسلا هسمي مسلا دة هنسميه جدول مسلا ايه مبيعات مسلا هنسميه جدول اسم مبيعات ولاحظ ان هو معلم لي على الخلايا اللي انا معلم عليها اللي هو من السبعة لizen 25 جيدicles 25 تحت فهوم اعلم لي وانا هديها او هدي يعني الى الجدول ده فهتديله مسلا ايه واحد اتنين ثلاثة وهقول له اوكي وهكبت اكتب باسورد تانية واحد اين تلاتة وهقول له اوكي. فلاحظ كده بقى عندي اهو هذا الجدول اللي انا ايه عندي هنا. ودست اوكي ادست واوكي. ساعتها لما اجي يا سيدي بقى اروح عامل واعمل باسورد مثلا اي باسورد عندي تانية. وادوس اوكي واكتب الباسورد من تاني. هتلاقي ان انت تعدل في اي حاجة هنا ما يرداش. جميل? لما تيجي بقى اتعدل هنا. فاي حاجة في الجدول ده هيقول لك ايه دخل الباسورد. لو دخلت الباسورد ومعاك الباسورد. ساعتها ايه? هتقدر تعدل في البيانات اللي هنا عادي جدا. فممكن اعدل هنا في البيانات براحتي. اما في اي حتة تانية بره ما اقدرش اعدل. فبالتال انت اقدت ليه? لواحد من المسلا من الزملاء او من الوظفين ان هو يعدل في الجدول ده. بنفس الطريقة هنعمل اول ولاحز ان انت لازم تقوياني. اعمل الباسورد دي مختلفة عندي. بنفس الطريقة بقى هنعمل واحد تاني دلوقتي. فهنروح برضو نعلم على الجدول دوت جميل. وهروح اعمل اه لاحز هيبال لك الارج القديم. تمام? فهقول له لاحز انت ممكن تعدل فيه كمان. يعني ممكن تعدل في القديم اللي عندك او ممكن تمسحه. فانا هعمل لاحزة دوت هيبقى من ايه? من اه هنسميه مثلا مصروفات. ده مثلا جدول مصروفات. وعندك هنا بقى ايه بقى بقولك ده من جي سبعة لحد ايه جي اتنين وعشرين. وهتدي له برضو كده اي تانية مثلا خمسة ستة سبعة. ودست اوكي. وهكتب خمسة ستة سبعة تاني. ودست اوكي. وعملت ودست اوكي. ممكن اعمل من هنا. تمام? ولاحز حتة دي لها علاقة لو احنا لو انت عامل بقى على الاجهزة وبتاع دي شغل اي تيه شوية وكلام من ده. فدي يعني ماناش دعو بيها قوي مش هتفرق معنا. وهندوس ممكن نعم على طول من هنا. وساعتها روح دايس واحد انت لاتها مسلا اربعة باسورد هاي. انت لات اربعة باسورد. وساعتها بقى عندي ده لي باسورد الواحده وده لي باسورد الواحده. فلو كتبت بتاعت ده. هعرف عد الفداع دي جدا. نفيش اي مشاكل وعمل اللي انا عايزه. اجي هنا هيقول لي لا انت هنا محتاج باسورد تانية. فساعتها يبقى كل واحد مع الباسورد بتاعته فهدخل الباسورد اللي هنا. هي ايه? ساعتها هيقبل ان هو يشتغل معي وقدر عمل ايه اللي انا عايزه. فبالتالي بقت انت ايه? تقدر تقسم الشغل بشكل انت ضامن ان ما فيش حد يلعب في شغل التاني. مع انهم في نفس الشيت ونفس الملف ونفس كل حاجة. تاني خاصية سيدي وهي مهمة جدا ولطيفة جدا وهو ان انت لو جيت كده مسلا عندك العمود دوت في القيمة كده. لو علمت على القيمة دي يا سيدي وروحت هنا كده في الحتة اللي اسمها النام بوكس دي. وروحت كاتب اسم العمود ده قدت انا اسم العمود ده القيمة مسلا. ودست انتر. هتلاحز ان هو بقى عندك هنا في النام بوكس دايما اسم القيمة. فلما تدوس عليها كده هيروح جايبها ومعلم لك عليها. مش بس كده. انت ممكن تعمل اي عملية حسابية على الحوار دوت. يعني انا ممكن ناجي هنا واعمل يساوي. واكتب وافتح واكتب هنا القيمة. لحظ بص اللي هجاب لي اسم القيمة اللي هو الحتة دي. ولما دوس هيروح جامع لك البيانات اللي فوق. فبص لحظ هو جامع كده القيمة. فعندك اربعة تلفس ستمائة واتناشر. لما تيجي تبص كده هنا هتلاقي ايه نفس الرقم بالزبط. اربعة تلفس ستمائة ستمائة واتناشر اهو. فدي اسمها ايه اسمها او يعني بص انت هتيجي تجيبها مدين بقى لو عايز تمسحها او تغيرها. هتروح على هتلاقي في حاجة اسمها هتدوس عليها هتلاقي الاسم هنا. ممكن تعمل حاجة جديدة كمان. تعمل نفس الطريقة دي بطريقة جديدة او تعمل تعدل او تمسح. زي ما انت عايز. فدي مفيدة جدا لو انت عايز توصل لبيانات بسرعة وبشكل لطيف. تقدر توصله وتقدر تستلمه في معادلات عشان حتى كمان يبقى الاسم باين والطف بكتير. تالت خاصية اسديدي وهي خاصية جميلة جدا مهمة جدا او عايز قولك اللي قال لي الخاصية دي يعني يستاذ محترم جدا وراجل يعني جميل جدا معي في كورس التحليل المالي. فهو اللي صراحة اللي قال لي هزيه يعني الخاصية اللي عجبتني جدا. والخاصية دي عبارة عن عبارة عن انت هتيجي مسلا تعلم على البيانات بتاعتك هنا كده. وهتروح تستخدم حاجة اسمها كاميرا. وهقولك تجيبها منين. بس الاول هوريك الخاصية بتاعتها. بس تعالى ايه يعني نفتح الشاشة شوية كده عشان تباين لنا كل حاجة. ولما هتدوس على الكاميرا دي ايه اللي هيحصل? هتروح معلم على المكان على الجدول مسلا اللي انت عايز تعلم عليه. الجدول ده مسلا كده. جميل? وبعد ما تدوس عليه لاحز عملك اللي انت شايفه قدامك ده. هتسحب الصورة دي كده تحطها برا هنا. هتلاحز ان هو راح مديلك زي صورة للجدول بتاعك. طب الميزة بقى الجامدة في الحوار ده ايه? ان انا لو رحت اغيرت اي حاجة هنا. تغيرت مسلا عشرين الف. هتلاقيها بتعدل معاك في الصورة. يعني معينة دي صورة. لاحز بص هو بس الصورة بتاخد البيانات بتاعتها من الحاجة اللي هي اللي اقطاها. وممكن اخد الصورة دي بقى ايه? احطها في اي حتة. يعني ممكن نقلها احطها في اي مكان في الشيت بتاعي. عادي جدا اخدها احطها هنا. ادخلها مسلا في احطها في اي حاجة على السن هي تبقى موجودة وتبقى صورة. مع انها صورة كل حاجة بس تقدر نتتعمل فيها حاجة كتير جدا تتعمل فيها تعدل فيها تزبطها باي بقى دي او الحاجات اللي انت عايزها. يعني الكلام ده كله في ايدك تدر تعمل فيه كل اللي انت عايزه. والميزة انت لما بتعدل هناك الحاجة بتتعدل هنا. فطبعا يعني ميزة لطيفة جدا. تعني واريك بقى زي تشغل الكاميرا دي هتروح من من فايل. قايمة فايل هتيجي على تختار بعد كده هتيجي على وهتختار ايه هتختار وبعد كده هتدوس بعد مختار هتدوس اللي هو اختصار كاميرا وتنزل تحت شوية كده لحت ما تلاقي الكاميرا دي. ساعت هتقدر تضيفها اللي فوق. او تقدر تضيفها او تجيب وتحطها وتقدر نتضيفها في اي مكان انت عايزه فوق يعني زي ما انت عايز تدر تحطها. او لو انت جيت هنا كده تقدر تقول برضو اللي هو مور كومانز تقدر تجيبها من هنا وتدخلها عندك زي ما انا عملتها هنا برضو. تختار كده آآ كومانز. وتدوس برضو حرف السي لحد ما توصل لها. كاميرا. وتعرف توديها تعمل لها قادل ناحية تانية وتدوس اوكي. هتحط عندك في الكويك اكسس تول بار فوق. يعني اتمنى ان هي تساعدك وتبقى حلوة جدا. هنا لحلقة النهاردة ان شاء الله تكون عجبتك. بسيش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك وتدعم القناة برضو. ولو المحتوى عجبك وشاف اللي هي منقدم لك حاجة مفيدة. واشوفك كل يوم سابت وثلاثة ان شاء الله الساعة تمام بتوقيت مصر مع تعلم مع العسالي.